دكتور نايدر نور الدين علمنا الكبير وانت بتسمع الى هذا الكلام السياسي التفصيلي والعلمي ايضا لانه في حقائق بتتقال كلمة الدكتور سيد سمح شكري وزير الخارجية المصري وهو بيقول انه سد النهضة تهديد وجودي لمصر الى اي حد احنا دلوقتي وصلنا الى منطقة اللعودة شوف انا اشتغلت ثلاث سنين من حياتي دبلوماسي ملحق في السفارة المصرية في الكويت وطوال ثلاث سنين مرست العمل الدبلوماسي وافهم في اللهجة الدبلوماسية والتفاوض والقاء الكلمات الكلمة قوية للغاية وكأنه يخلي مسئولية مصر امام العالم من اي احداث محتملة لانه احنا 104 مليون ناس مهددين عندنا دولة عجز مائي دولة صحراوية بتعيش على مساحة صغيرة من بلدها وامام دولة وفرة مائية لديها بدل النهر التسعة انهار ومع ذلك تطمع في القليل وتريد ان تسيطر على مياه النيل وتمنع تدفقاته الى مصر دون مراعاة ان ذلك سيدر بالاراضي الزراعية سيخرج الكثير من المزرعين الى حيز البطالة وسيؤثر على مع تغيرات المناخ على كل القطاع الزراعي في مصر هو اشار الى دفت الميتو فهو اشار الى كل هزا الامور القوية بانه اوضح الاضرار الجسيمة لهذا السد العملاق لانه ليس اصلا من حق دول المنابع قامل سدود كبيرة انما القانون الدولي الامم ده ده بقول سدود صغيرة ده سد عملاق هو الحياة المفتاح في كلمة سيد سبع شكر كلها ان اسيوبيا توهمت واستخدم التعبير ده توهمت ان ده سد اسيوبي ان ده نهر اسيوبي انها تملك الناقر واستشهد بكلمة وزير الخارجية اقصى من اختباس انه قال انه لقد تحول النار الى بحيرة واصبح لنا اذا هنا كمان خد من كلامه ليثبت التعنت الاسيوبي انهم يتصرفون ان النهر لهم كلمة موفقة جدا انه استهل على اقتباسات بتاعة وليس النهر لهم ولجيرانهم اللي ربنا خلقهم على دفاف النهر وان ده انحضار طبيعي فبالتالي كمان نتحدث عن معامل الامان وده من النقاط المهمة جدا انه سدا بلا دراسات امان واسيوبيا لم تسلم لان احنا عشان نتخيل ان اسيوبيا في مرتفع فتخيل ان ده سد فوق جبل يعني بهذا الشكل ومصر والسودان هنا فتخيل لو اذا السد انجرف مع فيضان غزير او انفجر او معامل الامان المنخفض بتاعه وكان لا ينهار ده معناه هتنزل مياه من فوق الجبل على السودان وعلى مصر 75 مليار يخرجوا في وقت واحد ده ضمار حتى للسد العالي حيأثر فالحقيقة هو اختار الاقوال الاسيوبية واستشهد بيه وبذلك كانت قوته قوية كتير قوي عن كلمة وزيرة الخارجية السودانية ليه بقى؟ لان الاسيوبيين بيتصيادوا فحيسيبوا كل الكلام اللي هي قالتوا انه عطل محطات مياه الشرب انه بيفتحوا علينا المياه من غير ما يغطرون وهيكلموا على انه قالت ان للسد فوائد سواء نفسه سيد سامح شكري قال ان مصر عرضت انها تمدر الكهرباء انها تتمول السد يعني عرض المدائل مصر عرضت تمويل سد النهضة في اكتر من كده ان تشارك في تمويله فالروح دي موجودة من اللحظة الاولى وهو الحقيقة مصر مادة حبال الود والصبر طويلا جدا حيث يعني لا يمكن ان يحتمل يعني والنهاردة فعلا بلاقي كلمة شديدة الوضوح وبيقول يعني انه لابد ان تمتثل دولة المنبع للقانون بوضوح شديد للغاية وزي ما حدث اشارت انه يعني اذا لم يلتزم مجلس الامن وقدم رؤيا وهو الحقيقة عتب على العضاء اللهم لم يدينوا ويأسفوا كمآسفة الاتحاد الاوروبي لموقف اسيوبيا المنفارد في بدء الملء الثاني ودي برضو اشارة مهمة للغاية لعضاء مجلس الامن الموجودين وطلب بحل منصف معقول ملزم اتصور انه كلمة ذات بيان واضح واخلاق طرف بقى ايو اخلاق مسؤولية مصر عن اي احداث قادمة اذا لم يقم مجلس الامن بدوره في رعاية مباحثات بالمشاركة مع الاتحاد الافريقي اللي هو اختيار اسيوبي انما مع ذلك نرحب باستمراره عشان مقلوش خرجنا من الاسرة الافريقية بس بدعم بقى من خبراء عالميين الاتحاد الافريقي الواحد وغير قادر على حل المشكلة ماذا يضر يدير اسيوبيا لو دخل الامم المتحدة معانا في المباحثات لو دخل الاتحاد الاروبي هنا الموضوع مباشر رغبة هنا ما فيه الزام لها ولا بد ان تمتثل لهذا الالزام